السلام عليكم و مرحبا بكم انتمنى ان شاء الله تكونوا كامل ملاح و تكونوا في صحة جيدة لا تنساوش الى اعجبتكم الفيديو اليوم معليكم اشتركوا في القناة و تفعلوا الجرس لأسيلكم كل جديد كما راكو تشوفو ارانا مع تحضيره رمادان ان شاء الله يدخل علينا بالصحة اول حاجة حكمت كامل هادك تشينا اللي عندي نحيط لها هادو كل ورقة هكا بشما يعني جيني سهلة في الخسيل و طبعا كنشوفو واحدة و لا نحوها نخسلها ملاح و نخليها تقطر بعد ما تقطر نسكرفج غير الجهة الفوقانية ما لازمش نسكرفجو هادك البيض لانه راح يطلقنا المرورية في الحلوة و لا في العاثر و ثاني ما يجينا شبنين بعد ما نسكرفج كامل كمية كل واحدة و طريقة تخزين تقدري تحطيها في ليمول كما تقدري تحطيها في اكياس بلاستيكية يعني غدائية صغيرة انا استعملت لي ملتع السيليكون يكون احسن و تكون اسهل بالنسبة لي نحط الكمية اللي حبتها يعني تقدري تحطي مغرف كبيرة ولا مغرف فونس و الاستعمال اللي راح تستعمليها وبهادا الطريقة نحاول نكمل كامل الكمية و نساويها مثلا ندرت مغرف ندير مغرف في جميع القوالب هادو و لازم علينا نغطوها اذا ما عندكم ورق شفاف معليكم غير تستعملوا ورق عفوا مشي ورق ورق تاع الخبز تستعملوا ساشي تاع الخبز اللي نشرو فيه الخبز هو شفاف و ندخله كامل ندخله هادو سنيما فيه و نغلقو عليه هكذا بش ما يمتصلناش الريحة اللي تكون موجودة في المجمد و ندخله و نجمد حوالي 4 سوائع و لحتى نشوفو شدر و حمله من بعد نجبدو بهدا الطريقة هنا يا وش نديرو 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 العاسر تاع البرتقال تاعنا انا هنا يا حبيباتي حبيت قطولي اعطينا طريقة تاعك وهدا الفيديو درتو فيه خاطركم يعني جاتني بزر تعاليق قلولي ديرنا مدم القارس و البرتقال هم توفر في الاسواق ديرينا فيديو عليه انا نعطيكم طريقة تاعي و كل واحدة حراكة فاش ديرو انا افضل و اسهل طريقة و يعني جيبنينة و لديدة في نفس الوقت هي هادي الطريقة لو كان نحطوه به بالقشورتاه و ستقوني راح يجيكم مر يعني تولو تزيدو غفل السكر و الماء بيش تتحصلو على هادي كل بنا ولكن في الحقيقة راح تتناولو عاسر مشي كام البنين و على بدي كان بزاف اللي جربوه و هيوافقوني راي ماذا بيكم خلونا الطريقة تاعكم يعني نتحتفضو به الى تديروه بالقشور ترحوهم بعدك تعودو تسفوه انا نستعمل هادي الطريقة يجيني سهل تحبي تديري كيك تقضي تديري به كيك تقضي تديري به عاسر كيما لانه كوكتيل يجي هايل بالفواكه والنعناع تقضي حتى تزيدي فيه القرفة تزيدي فيه بالزاب مونتسيمات بش يعطوك عاسر ملاح و كيما قلتلكم اللي تحب ترحيه كامل يعني تقطع الحبة تعتشينه على زوج بها بقشورها و تخبيه في المجمد و كي تكون حابه تدير عاسر تجبدو ترحيه و بعد تصفيه هاديك الطريقة انا ما تعجبنيش لانه سوف تحصلوا عليه يجي مرض هنا يحطيت كامل كيمياء اللي عندي في الاكياس و حطيتها في المجمد بالنسبة للقشور تالبرتقال بعد ما يجمده نحطهم فيه علبة تكون محكمة الاغلاق اهم شيء محكمة الاغلاق بش تشدنا وقت طويل ان شاء الله هادو اكيد هنستعملهم في رمضان سيقعدوني حتى الرمضان و ندير معاكم بسبوسة ندير معاكم خبز البي ندير معاكم بسبوسة ان شاء الله هاو جاي رمضان لم يقولوا لي التحليات اكيد سوف نمتعكم ان شاء الله في هذا رمضان اذا احيانا ربي نحتفظ به بهذه الطريقة و نغلق عليه و نضعه في المجمد اي وقت حقيت ان اجبت قطعة منه او تنين بالنسبة للليمون كما الول اغسلناه مليح قطرناه و نسكرفجه بهذه الطريقة و نحاولو دايما ما لازمش نجبدو هذي القشرة البيضة اللي حططينا المرورية نحاول نجبد كامل كمية اللي عندي و نحطها في المنتع سيليكون و هنا احبت نقول لكم احبت نرحب كامل بالمشتركات الجدد نقول لكم مرحبا بكم و اكيد نقدم على عيني و على راسي ربي يحفظكم لي ان شاء الله يا رب العالمين ما تصوروش حن نحبكم وش حل تفرحوني بهدوك تعاليق تاعكم الايجابية اللي زودوا يعطوني طاقة ايجابية باش نقدم لكم كتر و كتر ساعدك نشوف تعاليق تاعكم و نقول هادو لازم نديلهم فيديو رائع كما هما رائعين ربي ان شاء الله يحفظكم و احبت نقول لكم برك حاجات سمحوا لي هادو اليامات ما نقدرش نجاوب على التعاليقات احمد لكم برك القلب و يعني و الايجابة تكون في الفيديوهات لان اليوتيوب دا اللي يندر على اني نجاوب بزاف بزاف يعني وليت مش يملح تاني مش يملح على القناة هادي هي و انتمنى ان شاء الله تفاهموني ما تقولوش باللي ما يش تجاوب علينا في التعاليق تبدل التعليم ولا كش هادا لاني انا محبكم بل بزاف وهنايا انقطعو شرائح تاع الليمون هادي طريقة نقدو نستعملوها في الشاربات يعني الشاربات اللي يكون بالسكر زي ما هنشربو بها البسبوسة ولا نقدو نستعملوه في الشاربات تاع رمضان يعني هاداك العاصل تاع الشاربات نقدو اي وحدة تكون دايرة ريجيم و يكون نعرفو القارس اللي حق حتها 40.55.35.35 و انا دوكاش ريتو 15.000 للكيلو يعني راهو رخيص قطع شرائح وحطيها هكا في السنوان متفرقين بش يساعدك تجي تجب دي قطعة واحدة خصوصا لديرين ريجيم حكا بش ما يلقو صعوبات يديروه في كستع ما سخون و يحطو هادي الشاريحة يخلوها تطلق و رح يستفدو منها يعني تقدو تستعملو عدة استعمالات نحطو هكذا في المجمد حتى يجمد و نخرجو دوكا نوحون ديرو هادا العاصر تاع الليمون انا بنفس الطريقة تاع البرتقال نعاصره ولكن ما ندلوه السكر ستقوني كديرو له السكر ستحصلوا على عاصر بزيف حلو و كل واحدة و طريقة تاحا ديرو هكذا والسكر يقعد اضافي على حسب الاختيار تجي بدي قطعة من هادا العاصر و اضيفه مع الماء و كلش والسكر ديفه تدريجيا هادي هي و دوكا بدلتلكم الطريقة حبيت نديرو في هادو ليجوبلي باش اي واحدة كي ما حبت الطريقة تديرها انا نحب ندير فليجوبلي اي قطعة نجبت نحب قطعة او تين تكون سهلة بالنسبة ليه و نغلق عليهم و نحطهم في المجمد حبيبتي دي سقسوني المدة اللي نحتفظوا بها بالفاوكه في المجمد و نقولكم الفاوكه تقدروا تحتفظوا بها يعني من شهرين حتى 12 شهر اذا كانت من غير سكر يعني اذا درتوا مركز تعل ليمون ولا تعل برتوقل تقضي و تحتفظوا به 6 شهر فقط ولكن انا طبعا مستحيل هنخليه 6 شهر يعني شهرين ولا ايدك 3 شهرين يعني انا هنستعملو في هادو المدة وتقضي حتى تحتفظي به 3 شهر يكون احزن باش ما تروحلوش كامل البنه و ان شاء الله اللي يحب يعني يستعمل مركز تعل برتوقل ولا تعل ليمون احنخلي لكم طريقة تعل مركز تكون خفيفة و ما تكونش مع مراب السكر وتجيب الكثير من الليحة سنخليها لكم في اول تعليق مركز تعل مندلين جاني رائع كما قلت لكم المركز نحتفظو به 6 شهر فقط و احتفظو به في هادو العلبة و اي وقت نتجبدو و زيت لكم نتحب تحتفظ في كيس تقدر تحتفظ المهم تغلقو مليح هذا مكان و اي وقت تجبدوه تقدو تجبدو غير شريحة او شريحاتين بالنسبة للشكل تعل ليمون بعد ما تجبدونا هذا هو الشكل تعله نتجبدوه بكل سهولة يعني ما نتعبوش كامل وحدنا يجي خر ما نحطوه في الساشي الكيسة هيستغرقنا مدة طويلة بشي يدوب و نلقوه صعوبة ولكن في القبلي ما نلقوش كامل صعوبة و رح تشرون مئة قطعة هادو الكيسان غير بتمنعها يعني اللي يحب تشريح و هادو البرتوقال تشينية و هادو البرتوقال تاع العسر يعني قدرت لكم مزوج انواع البرتوقال الحمراء و البرتوقال يعني اللون سيكون هكذا و دوكان جوز نضيره الشربات هنا يشربت ستقوني جانية رائع جدا اول حاجة حطيت هادك الليمون اللي كنا عصرناه مع بعض نضيفه الماء هنا يليك الليمون تاعك سائل ما لازم تحطي الليمون مع السكر لانه ما لاحش يدوب لك حطي دايمن الماء مع السكر و بعد دوقي يلا لقيتها من شي قارز زيدي الليمون هذا يساعد لسكر هذا يدوب لك درت كيلة قارز و ثلاثة كيلة اونس تعمى يكون يفضل بارد ضفت فنجل تاع السكر حاولي هنا اربعة مغارف تاع السكر زوج مغارف تاع الحليب سكر الفانيليا تقدير مغرف صغيرة تاع الفاني بالنسبة للشرائح حاني درت ثلاثة شرائح تجبدوهم بكل سهولة و السكر حبيباتي دايمن على حسب الدق إذا كنت تفضله حلو بزاف تقديري كميات السكر تكون كبيرة و إلا كنت كيمة أنا ما نحبش بزاف حاجة حلوة في العسائر ما نستبنهاش نضيف كمية قليلة حاولي 4 مغارف جاتني السواسوة و ضفت المظهر اختياري اللي تحب الضيف مغرف صغيرة ولا نص مغرف كبيرة هذا اختياري حياطي لها بالنهائلة و نقعد نحرك و نخلي حاولي 5 دقائق حتى نشوف الشربت تعدب هذا هو الشكل تعدب شوفوا و قلوا لي لما جاء الشكل تعدب بالزافرة يعني جاء اللون كيما يتبع في البرة و البرنامج نحكي لكم شمقي ستقوني انتمنى كامل تعصور القارس و تخبوه في المجمد سوختوني يكون المدخول التحقلي لهكذا في رمضان يعني ما تتشهاش كامل الشربت هي تخدمها بيتها و راح تكونوا معايا و تعرفوا بلي انا ما نشريش كامل شربت من البرة الحلاوي كيف كيف ما نشريش أبغي لكن في دارة و ما يستهلك وهدو الحلاوي تع برة ولكن انا جامي في حياتي في رمضان شريت حاجة تع برة و حطيتها فوق الميدات هذا هو الشكل النهائي نتمنى الفيديو اليوم يكون فاتكم ولو بقالي و نقولكم بقاوا على خير و تهلا و في روحتيكم لا تنسوش بلي نحبكم بزاف 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 و راكم شرفيني بالتعاليق و ربي يخليكم نية و يحفظكم و ان شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنى و بقاوا على خير و تهلا و في روحتيكم و الى فيديو لاحق ان شاء الله مع السلامة